موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة البشاهدون أحمد إليكم الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجهد جهده إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ووحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأبدأ رسائدكم لهذه الحلقة من حلقات برنامجكم هدي الإسلام برسالة من الأخ داسم أحمد يقول جاء في كتاب فقه السنة الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب الزواج والطلاق تحت عنوان هالي الخلع طلاق أم فسخ في صفحة 327 يقول فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك وإن لم تنكح زوجا غيره لأنه ليس له غير تطليقين والخلع لغو وقد حدث لي أني تزوجت امرأتي ثم طلقتها طلقة بائنة وبعد العدة تزوجتها مرة أخرى بمهر معاقد جديدين ثم تم الطلاق بالخلع بأن تنازلت لي عن مؤخرها مع إعطائي مبلغا من المال أيضا حتى أخالعها وبعد العدة أيضا تزوجتها مرة ثالثة بعقد شرعي في وسط أهلها وجماعتها بدون أن يوثق أمام المحاكم مع وجود الولي والشهود والإشهار والإجاب والقبول وكانت هذه رغبتها وقد تم الطلاق بعد ذلك أيضا والآن أريد أن أتزوجها مرة أخرى بدون أن تنكح زوجا آخر غيري فهل يجوز لي ذلك هل يجوز عقد زواجي على امرأة التي تطلقتها مرتين وخلعتها مرة واحدة بدون أن تنكح زوجا غيري قبل زواجي منها أرجو البيان ولفضلاتكم دزيل الشكر نعم يا أخي هذا هو الرأي سيدنا عبد الله بن عباس أن الخلعة فسخ لا طلاق وستدل على ذلك من القرآن قال القرآن ذكر الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اللي هو الخلع وذكر عن الخلع وبعدين قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني لو كان الخلع طلاق لكان الطلقة ثالثة بأن طلقها بعد الرابعة إنما معناه اعتبر الخلع فسخا والطلقة الثالثة هي التي لا تحل له وهذا هو مذهب الحنابلة مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه من الفقهاء وهو الذي نرجحه أن الخلع فسخ وليس بطلاق في بعض الروايات جاءت في مرأة قيس بن سال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ولكن جاءت روايات أخرى ليس فيها مسألة التطليقة وهي الرواية الرواية الأرجح إن أمره بفراقها وليس فيها إنه قالوا أنه تصرف من الرواة فعلى هذا الأساس يستطيع الأخ جاسم أن يعني يعقد على هذه المرأة من جديد إذا كان انتهت عدتها وفيعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد ولا حرج إن شاء الله وبدون أن تنكح زوجا غيرا ومع الإبنة أمل حسين تقول يعني حدث عن ما يصيب المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي الفلبين وفي بلاد إسلامية شتى من جراء الهجمة الصهيونية والهجمة الصليبية والهجمة الوثنية والهجمات المختلفة على المسلمين في كل مكان تقول الأخت إن يعني لا يوجد حل لهذا غير الوحدة الإسلامية والانطلاق من قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فينبغي أن يتحدى المسلمون جميعا بغض النظر عن مذاهبهم سنة شيعة إباضية إلى آخره ويقفوا صفا واحدا أمام أعداء الإسلام وهذا هو الذي يجب ونرد من فضيلتكم أن تنادي بهذا المسلمين في كل مكان الله أنا أنادي المسلمين في كل مكان ولكن من يستديب للأسف المسلمين الخلاف والفرقة أضاعتهم حتى يعني الخلاف والفرقة في داخل البلد الواحد رأينا الخلاف في أفغانستان وماذا كم أدى إلى سفك الدماء وإلى تدمير الأشياء وإلى هدم الحياة ورأينا الخلاف في الصومال وأخيرا رأينا الخلاف في السودان حتى بين أبناء الدعوة الواحدة والمسيرة الواحدة الخلاف أضاع المسلمين قديما وأضاع المسلمين حديثا والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني هذه حقيقة قرآنية سنة من سنة تنازع يؤدي إلى الفشل واذهب الريح ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا أمكن نختلف في الرأي وفي وجهات النظر ولكن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى تفرق وإلى عداوة وأن يجف بعضنا بعضا ويعاد بعضنا بعضا بل يقاتل بعضنا بعضا أحيانا للأسف هذا لا يجوز الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم لا تكونوا كهؤلاء وأنه السلام يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا عمل الكفار عمل أهل الجاهلية هم الذين كان يقاتل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا بغير عصبية عمياء لا ينبغي أن تدفع المسلمين مثل هذه العصبية ويقاتل بعضهم بعضهم مهما اختلفوا فهم أهل القبلة يصلون إلى قبلة واحدة يؤمنون برب واحد يتلون كتابا واحدا يؤمنون برسول واحد يتجهون جميعا إلى الكعبة ويدون الصلوات في الخمس يصومون رمضان يحدون البيت شعائرهم واحدة وشرائعهم واحدة وآدابهم واحدة أين برقة المسلم يبدأ الأكل بسم الله ويختم الحمد لله ويأكل باليمين ولا يأكل الخنزير هناك أشياء مشتركة كثيرة تجعل المسلمين أمة واحدة ولكن أعداء هذه الأمة يريدون أن يفرقوا بينها أحيانا تفرقات باسم المذهب سني وشيعي وإباضي وأحيانا باسم الاتجاه هذا سلفي وده صوفي وده مذهبي وده لا مذهبي وأحيانا باسم العرق هذا يقولك هذا عربي وده كردي أو ده عربي وده بربري وأحيانا يعني لابد يعني يوجد مفرقات للأمة نحن ندعو الأمة جميعا إلى أن تتحد وأن تتحد على كلمة الله كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله لازم في حبل نمسك به كلنا بعد أن في حبل في مرجع نرجع إليه يعني فهذا هو الواجب والله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون جاء علي سبحانه مسعود النبع عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه بوسائل الإضاحة المتاحة في ذلك الوقت بالرمل يضرب يرسم على الرمل فرسم خطا كده وقال مستقيم كده وقال هذا سبيل الله مستقيما صراط الله المستقيما ثم يعني رسم عن يمينه وعن شماله خطوطا ملتوية متعرجة وقال هذه سبل على كل رأس منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتابعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله معلومة ده الصراط ده اللي يجمع السبل دي حتفرقكم ممين وشمال فلذلك ينبغي أن نعتصم بحبل الله جميعا خصوصا في أوقات الأزمات والشدائد الله تعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني في حالة المعركة يجب نتحد كالبنيان المرصوص صف واحد ونحن في معركة والله مع أعداء الأمة ومع أعداء الدين معركة عسكرية ومعركة اقتصادية ومعركة سياسية ومعركة فكرية ومعركة دينية معركة على كل المستويات فهذه المعركة نبغي أنها توحدنا ممكن نختلف في أيام النصر وآيام الرخراء وآيام النعمة والعافية لما أيام الشدائد المفروض الشدائد تجمع الناس عند الشدائد تذهب الأحقاد ويقول الشاعر شوخي رحمه الله إن المصائب يجمعن المصابين سأل الله أن يجمع كلمة هذه الأمة على الهدى وقلوبها على التقى وعزائمها على عمل الخير وخير العمل ومن بقية رسالة الإبنة نوف كنا أجبنا عن تسع أسئلة لها وبقي أو تمانية وبقي تساديم ثلاثة أسئلة منها سؤال تقول دائما تراوذني فكرة أن أحفظ القرآن الكريم كله وهذه الفكرة معي منذ سنوات طويلة ولكن كلما أردت أن أحفظ أخاف أن أضيعه أن أنساه فأرجو نصيحتي ماذا أفعل هل أحفظ الجزء التسع والعشرين والثلاثين لأقرأها في الصلاة وإذا حفظت القرآن بأكمالي فماذا لو أني نسيته وكيف أحفظ عليه حتى لا أنساه وربما لو حفظته أنسى الآيات وألخبط بعضها مع بعض وهذا يحدث لمن لم يتقن الحفظ أنا أقول للأخت يعني تحفظ من القرآن ما يتأثر له تحفظ فعلا الجزء التاسع والعشرين والثلاثين جزء تبارك وعم ولو أضافت اليوم جزء قد سمع أيضا لا بأس ولو أضافت الجزء السابع والعشرين أيضا فيه سورة الحديد وسورة الواقعة وسورة الرحمن وسورة القمر وسورة الطور والنجم والذريات هذه سور أيضا نقرأها الإنسان اسمها سور المفصل من سورة قاف أو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن لو حفظت هذه الأجزاء يعني أربعة أجزاء تقريبا وقرأت بها في القرآن وتحاول تقرأ تجعلها ورد يومي في الصباح كده أول ما تقوم تقرأ جزء من القرآن هذا يعينها على عدم النسيان وممكن تحفظ آيات من القرآن متفرقة خواتيم سورة البقرة آيات مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تقرأ بها في القرآن آيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله ومرضون إلى آخر هذه الآيات تقرأ من القرآن ما تيسر لها حفظه لتقرأ به في الصلاة فهذا هو الأيسر والأقرب يمكن حفظها يحتاج إنها منها إنما تضيعوش أنا قال تعهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها زي الناقل وربطها وعن سبتها تروح منك تبعد ما تقدرش فالقرآن أيضا إذا تركته يغلبك وينسى فهذا يعني مكروه أو مذموم من الإنسان ينسى القرآن بعدما حفظه وتقول يعني الإبنة إن في أيام الدورة الشهرية يحرم معشرة الزود لزودته وقد يطلب مني زوجي أن يجامعني من الدبر ولكني أرفض فيجبرني على ذلك ما العلم أنني أخبرته أن هذا حرام ولكن لم يقتنع بكلامي فما قولكم وهل يترتب على هذا من المرأة تطلق كما سمعت لا المرأة لا تطلق هو حرام ولكن المرأة لا تطلق بهذا والنبع عليه الصلاة والسلام يعني قال أوصى الأزواد قال له واتقل حيضة والدبر يعني نساءكم حرثت لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم بس بشرط اتقل حيضة أيام الحيض يسألونك عن المحيض كل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر واعتزال النساء كما فسره النبو صلى الله عليه في الحديث الصحيح أن يجتنب الجماع يعني افعلوا كل شيء إلا النكاع له أن يستمتع بما دون الجماع يعني العناق والاحتضان والتقبيل والمباشرة في غير موضع الأذى هذا كل جائز لأنه اليهود كانوا إذا حضت المرأة يعني يتركها ويروح مكان يعني بعيد والنصارى عندهم يجوز معاشرة المرأة الحائض ولا حرد عندهم في ذلك الإسلام قال لا لا تعتزل المرأة ولا شيء تكون معها بس لا لا تجامعها الجماع يعني الإيلاج وليستمتع فيما دون ذلك أمر جائز أما الاستمتع في الدبر فهو محرم لعن من أتى مرأته في دبرها وفي بعض الأحديث سمها اللوطية الصغرى يعني أشبه بعمل قوم اللوط اللوطية الصغرى وأنه إذا كان منع تعاشر مرأتك في موضع معاشرة لأنه فيه دم طب هذا فيه ما هو أقزر من الدم فهذا ممنوع شرعا ولكن لا تطلق به المرأة والسؤال الأخير للإبن نوف تقول طفل في الثالثة من عمره فجأة وبدون أي سبب لم يعد يتكلم أي كلمة وقد عرض على أكثر من دكتور وكان الجواب أن الطفل سليم من أي مرض عضوي وسألنا شيخا سوريا فقال إن الطفل يوجد بداخله جني طبعا بعض المشايخ إذا رحت لهم بأي مريض حيطلع لك فيه عفري الضروري يعني ما فأنا لا أؤمن بهذه الأشياء لأنه لا يوجد دليل عليها ولابد أننا نحاول أنا لا أنكر وجود الجن يعني وجود الجن ما وجود إنما إننا نعمل كل ما نعجز عن حاجة الآن الناس ماذا يفعلون إذا عجزوا عن شيء لابد أقول لك إما جني عفريت أو إما سحر لو واحدة زودها زود عليها تقول آه الرجل ده سحر معموله العمل لو والد رجل امرأته يعني معرضة عنه ما بتحبوه قل آه ده حد لازم عمل لها سحر لو واحدة يعني بيجي لها الخطاب وبعدين يعني يتركوها تقول آه ليه الخطاب يتركوني لازم حد عمل كل ما نخفق ونفشل في شيء نقول عليه سحر أو الحاجات الأخرى نقول فيه جني فيه جني عفري وأنا قلت إن الله لم يصلت الجان على الإنسان إلى هذه الدرجة الله كرم الإنسان واستخلفه في الأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا من وأسبع عليه نعمه ظاهرة وباطنة لا يمكن لهذا الإنسان المكرم المستخلف إنه ربني صلق عليه الجن إلى حد أن يتحكم فيه هذا يعني لا دليل عليه من دلائر الشرع القطعية وسؤال من المرسل ميم سين أقول فضلة الشيخ أسألكم عن الملائكة وعبادتهم هل هم يصلون كما يصل بني آدم وما معنى قوله تعالى أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون هل هم يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب نحن الآدميين وهل هم ينامون كما ننام وهل يقول الله تعالى من التسبيح إذا ناموا أو أكلوا أو دعلوا أو صلوا يحسب لهم التسبيح أم لا يحسب لهم إلا وقت التسبيح أنا أقول للأخ الملائكة ليس مثلنا الملائكة أجسام نورانية روحانية مغيبة عنا من عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نعرف كنها ولكن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون هم جنس آخر غير جنسنا وهم مفطورون على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وكما قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يعني يسبحونه ولا يسجدون يقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهم يعني يعبدون الله تعالى بالسجود وبالركوع وبالتسبيح وبذكر الله عز وجل وليس لهم عمل إلا هذا كما قال العلماء إن هذه الأشياء تصدر عنهم كما تصدر عننا الأنفاس كما نتنفس نحن هما يسبحون ويذكرون ويركعون ويسجدون فهم في عبادة دائمة وليس في حد إلى ما يحتاج إليه بن آدم أكل وشرب ونوم وزواج وتناسل وذلك لما ربنا أرد أن يخلق يجعل في الأرض خليفة وعرض هذا على الملائكة قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تفعل ما لا تعلم إني أعلم ما لا تعلم فقا إحنا عاديين نسبح لك ونقدس لك ونعبدك ونسلد لك ولا نفطر من التسبيح ومن الزكر ومن العبادة تأتي بالمخلوق يعني ممكن أنه يسفك الدماء ويفسد في الأرض أنهم عرفوا أن هذا المخلوق مخلوق من نوعية أخرى غير نوعيته له شهواته وله غرائزه فلازم حيحصل أنه يسفك الدماء ويفسد في الأرض فربنا سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلم أننا عايز نستعمر الأرض أنتم عمر الأرض ليه الملائكة الملائكة لا بتأكل ولا بتشرب عشان تزرع والإنسان يعمل ما يحتاج إليه فربنا خلق الإنسان جسما وروحا الجسم له متطلباته والروح له الملائكة الروح خالصة فليست في حاجة إلى الأرض وما فيها ولا إلى طيباتها ولا إلى أن تعمل وتزرع اللهم الله تعالى يردنا الإنسان أن يزرع ويعمر الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب إليكم أن تعمروا هذه الأرض فلذلك الملائكة يعني صنف آخر أو نوع آخر أو جنس آخر غير جنس بني آدم فهم لا عمل لهم إلا طاعة الله عز وجل ولذلك هذا بيرجح إن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن كما قال القرآن كان من الجن ففسق عن أمر ربي لأن الملائكة بخلقتها لا تعصي الله نمو كم من الجن ولكن لما عاش مع الملائكة ما شاء الله من الزمن أصبح كواحد منهم فلما جاءه الأمر بالسجد لآدم كان المفروض أن يسجد لآدم معهم ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين وسؤال من الإبن هائعين تقول قرأت حديثا شريفا وهو ما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن وسؤال متى يكون موعد جوف الليل الآخر جوف الليل الآخر هو في الثلث الأخير من الليل التي صحت به الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل في الثلث الأخير من الليل ويعني يتجلى على الناس ويسأل هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر هل من كذا حتى أطلع الفتر لساعة السحر التي قال الله فيها تعالى والمستغفرين بالأسحار وقال وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صلاة الليل كلها أعظم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولكن أعظم أفضل أوقات الليل هو الجزء الأخير الثلث الأخير من الليل فهو أفضل أوقات الليل فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تقوم تصلي لك مركعة أو تستغفر الله عز وجل أو تذكر الله أو تسبح أو تحمد أو تهلل أو تكبر أو تقرأ شيئا من القرآن فإذا استطعت أن تكون من هؤلاء فكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستغفرين بالأسحار ومن الذين إذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ومن الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أقول قول هذا أيها الإخوة والأخوات وأستغفر الله تعالى لي ولكم وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى